بيساعدني كتير استقبل الليلة بما بتقطع المنتج البطلي ميشيل فنيانوس والممثل البطلي سالما شالبي لا يا عمري لا يا علبة لا يا علبة ميشيل المسرحية قطعت على الرقابة كل الأفكار اللي موجودة بالمسرحية هنا حقيقية للأصف طلقة مش عاملة وجبتها العزبة عانس الحرة فلتانة اللي بتندرب أكيد استفزيتي ما بتقطع وما رح ارجع اشتغل مع هول أشخاص لو شو ما كان العرض وهلأ أمي بتعتبرني بطلة لبنان الأولى الكل بيمثل معي أنا ما بمثل مع حدا على قدما التابكس بتقال وفيون وجع وفيون حزن على قدما المسرحية بكتير محلات بتموت ضحك يعني أنا بمحل صرت محرجة سأنا كتير فخورة إنو قادرة بهيدي المسرحية خبر عن ليلى وضوة على هيدا المشكلة الموجودة عند كتير ميسر لكل حدا بيكذب على مدار الساعة بدنا نتعلج ولكل مدعي بالفن وبرات الفن بدنا نواقي وبالنا نتعلج يا قلبه وقتا منقول مثلا تحرش متكرر يعني إذا واحد تحرش مرة لا يعاقب يعني أستاذ مسام كوسا شو دي خبريك؟ مش إنو دقت قلبي كنت عم بغبى شوفي وقت عم صور مشهد مع كوسايا كان أول مرة بلتقي فيه عسة ملتقينا بالقراءة قبل بتذكر إجا مهندس الصوت قال لي معلش نغير نيكروه بسمع دقت قلبي هالأزخفت بس السخافة وصلتنا لمطرح إنو تيكتاكر هوي وسخافته وصل إنو يتحرش بأطفال عم جاد وفاق مرسي بكو 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 مرحبا ما بتقطع نحكي عن التحرش الجنسي والاختصاب لأنو حتى لليوم بعدنا منقول عنو عيب وشو هالفضيحة ما بتقطع نقول الإشي بأسمائها لأنو نطلع في الجار وما بتقطع المرة ترفع صوتها أصلا لأنو بيقولوا عنا مرة قوية وإذا شي مستقوية هيك بيقولولنا بسقافة العيب وسقافة الصمت يلي حولت الناجة بمجتمعاتنا لجلد والمختصب والمتحرش والمجرم هو الضحية ويا حرام شو إنو ما كان بقصده كل هيدا المفهوم الرجع المتخلف بتنصفه بشكل مباشر وصريح مسرحية لبنانية جديدة بعنوان شو يا أشطى مع بطلات ما بيوازي حلاوة أداء إلا مرارة التجارب يلي عم بيخبرونا عنا بطلات عم بيواجهوا بشجاعة الضحكة وبشجاعة الكوميديا منظومة صار وضعها ببكة لأنها ما بتعرف إلا تسكت النساء بأوانين عم نبلها ونشرب ميتها بيسعدني كتير استقبل الليلة بما بتقطع المنتج البطلي ميشيل فنيانوس والممثل البطلي سالما شالبي مرسي بكو. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having us. نحنا كتير فخورين نكون معك. أنا بيسعد لي. ميشيل المسرحية أطعت على الرقابة. أطعت على الرقابة. أكيد. أكيد. سقفة عالية. سقفة عالية. ونشكرهم صراحة لأنه كان فيه عن جد تجاوب وكان فيه حديث وهذا هيك من المرات القليلة بتصير. وهذا اللي بيأكد أنه فيه شي عم بيتغير. سلما معظم مسرحياتك 18 بلوس. صحيح. لفوق 18. هل لأنه بتخدوش الحياء؟ أو لأنه بصراحة بتخدوش نظام ما بيستحي عدمه؟ لأنه بتخبر الحقيقة. والنظام ما نمعود يسمع الحقيقة. من شان هيك مسرحياتي شوي سقفة عالية مزوط. طيب شو يا ليلى؟ شو؟ شو قصة ليلى الشخصية اللي بتلعبيها؟ ليلى بس بدي أحكي عن شو يا أشطة. ليلى بشو يا أشطة. هي بعتقد من أكتر الأعمال أنا فخورة فيها. لأنه عم بحكي بصوت كتير نساء موجودين بالمجتمع اللبناني. ليلى هي إمرأة متزوجة وبتتعرض للعنف اللفظة. وبمحال بيصير كأنه هيدا الشيء كتير طبيعي. أنه هاي بيصير ومعصب ومعلي الشيء ومعلي. وجوزة وبدي مشي الحال وعندي ولاد. بالآخر منشوف أنه ليلى بتوع على هيدا الشيء من بعد ما تجرد تتعالج. ومن بعد ما تقتنيع من وراء الحكيمة النفسية. السكسولوج أو السكس ثرابيست. أنه لأ في شيء منه مصبوط. وبتاخد قرار. ما بنعرف إذا بتبقى بتفل يعني بالمسرحية دي بينا. طبعا بالمسرحية ما بنا نكشف كتير تفاصيل. بس بهمني نفوت شوي بعمق المواضيع لأنه في عندنا نص يعني محبوك بالإبرة والخيط. رياض شيرازي وفق حلاوي بنوجه لهم تحية كتير كبيرة على نص فعلا بيحط الإصبع على الجرح. الليلة قلت بتشبه كتير نساء. في نساء يعني بيعانوا بصمت. أول شيء من التجويع الجنسي. يلي هي البرود الجنسية يلي بتصادف المرأة ومنستحي نحكي فيها وبعدنا منعتبرها تبو. من التلاعب العاطفة يلي هو نوع من أنواع العنف يلي يوازي العنف الجسدي بحسب دراسات كتيرة. يعني المرأة يلي بتتعرض لتلاعب عاطفة وكأنها عم تاكل قتلة. مية بالمية. هؤدي مواضيع مش معوّدين نطرحون بلا ونقول هيدا هيك العيب. نسرح. اليوم قدي في شجاعة باللي عم بتقولي بشخصية ليلى. كتير. وعنجد قدي في شجاعة ناس تفكر تكتب هيك شخصية موجودة. لأنه بمحال بتصير تقولي إذا على كل كلمة بدي تترك كل الناس بتترك. بس نحنا هي الهدف بس نفرجة إنه هيدا شي مش مقبول يصير وبيصير مش مفروض يكون شي طبيعي. مفروض يكون في حوار بين الزوجين. مفروض نشوف إنه إذا صارت في كتير منه بشكل أنا مني إبلينته بيصير هون المشكلة. لأنه بس كانوا عم بيعملوا المسرحية بس نقوا موضوع التحرش نقته وفاق باعتقد. تحت التحرش بيندرج كتير مواضيع العنف بشكل عام. العنف اللفظي والنفسي متل ما قلت بيوازي العنف الجسدي وهيدا شي غير مقبول. وبتصيري فيتة بلعبة المانيبولاسيون التلاعب ما بتخلص وبتضطر تعملي تضحية. وبتصيري فيتة بالقالب اللي بحطيك في المجتمع إنه معلي وفي ولاد وفي عائلة بتنسى نفسها الأمرأة. فأنا كتير فخورة إنه قادرة بهيدا المسرحية خبر عن ليلى وضوي على هيدا المشكلة الموجودة عند كتير نساء. بلشت الفكرة عند وفاق حلاوي. مية بالمية بلشت. وهل مضبوط إنه الفكرة بلشت من حادث التحرش حقيقية؟ كل الأفكار اكتشلي اللي موجودة بالمسرحية هنا حقيقية للأصف. هي بلشت الفكرة مع وفاق بتعفي كتير وبحب هيدا دايما نقولها بكل مقابلات إنه كتير صعب تلاقي نساء بتساند بعضها. لذلك نحن لقينا بعض وبوجه لها تحية كتير كبيرة لأنه فعلا حدا سوبر تالنتد قادر يعمل كتابة وإنتاج وتمثيل. يعني فيه دور أكترا لوفاء اللي نحن منعيش استراس من وراء الكواليس هي بعد زيادة بدأ تطلع على المسرح وتمثل وتقوم بأداء كاركتر كتير صعب. ما أنه هيا أبدا. وقت بلشنا نعمل إنتربيوز مع كل النساء يلي تعرضوا للعنف بالإجمال اكتشفنا أنه لا ما فينا بس نحكي عن التحرش. موضوع أكبر من هيك بكتير بس بمسرحية ساعة وربع كتير صعبة تقدر تفوت كل شي لأنه العنف ضد المرأة أو هو موضوع كتير متشعب وأخذنا منه ثلاثة تابيكس. تابيك يلي هو كاركتر ليلى يلي هو العنف الأسر اللفزة لأنه نحن بلبنان بس نحكي عن العنف الأسر الجسدة. وقت المرأة بتاكلها خبيط ويبال شو يبانوا البروز بركة نحكي عن موضوع بس اللفزة هيدا مش عنف. لأنه ما في كدمات زهرة تجربة. مية بالمية. هيدا كتير حبينا ناخده. التابيك الثاني هو الاختصاب وخاصة اختصاب عن القاسرات. والتابيك الثالث هو كتير مهم كمان يلي هو التحرش الجنسي. على قدمة التابيكس التقال وفيهم وجع وفيهم حزن على قدمة المسرحية بكتير محلات بتموت ضحك. يعني أنا بمحل صرت محرجة. أنه عارفة أنه التابيك هو يعني مأساوي بس بذات الوقت عم بتحك وحسها بالزنب. صح لأنه. لأنه بفضل كيف النص مكتوب وكيف الإخراج تم من رياض شيرازي. قررنا أنه المشكلة إذا بدك نخبرها بقالب كوميدي. بتضل توجيح بس بشكل ملطف. يعني المشكلة الكبيرة من صغرها. هي كمان لنخفف لأنه إذا بدنا نحكي كل شي دراما بالمسرحية. ما بظن في حدا بهذه الظروف بيجي بيحضر مسرحية كلها دراما. ما بيقدر يتحملها. ما بيقدر يتحملها. صح عملنا مثل إكيليبر أرتيستيك. يعني جربنا نخبرك الخبرية مثل ما هي بس بقالب لطيف. وهي دي العبقرية بالمسرح. يعني دايماً منغلف بالضحكة أكتر إشي بتوجعنا. صح. إذا بدك تقوليها بطريقة مباشرة ما عملت شي. يعني ما في كريايتفتي باللصة. صح. ما بيوصل المساج بايدوي إذا ما في كوميدي. لأنه المشاهد بيكون قاعد. بيوصل المساج بطريقة حتى لو سبليمينال. نحن إذا فل الشخص اللي إجا حضر المسرحية وأخذ عشرة بالمية منها. ورادع منها عن جد عمل كتير. وصل شي. داي صعب إنو عم تعملوا مسرحية عارفين إنو بان الجمهور. في نساء اتعرضوا للاختصاب عم يحضروكن. في ناجيات مثل ما قلنا اختصاب أو تحرش. وعارفين إنو هاي دي قصتهم. كتير صعب. وبتعرف وجوهن كمان. في منهم نعرف وجوهن. في ناس عم نكتشف مع الوقت. لأنه في شي الليلة اللي حضرتها للمسرحية من بعدها بأكتر من الليلة. طلب الجمهور إنو نعمل Q&A. دون صار في دباع عم بيسير من بعد المسرحية. وأسئلة وأسئلة وأجوبة. وفي كتير كمان وصلنا مساجات على التواصل الاجتماعي. على وسائل التواصل. بيطلبوا مننا إنو نحط قفيش على الباب. إذا في شخص تعرض للتحرش الجنسي أو أي نوع من العنف الجنسي. إنو يكون معه خبر قبل ما يفوت. لأنه في ناس عن جد عم تضايق. أكيد. لأنه عم بتحركي تراوما بالنهاية. بالعرض اللي أنا حضرته اللي حكيت عنه ميشيل. كتير انتبهت إنو أنت بآخر العرض كنت واقفة عينيك مليانين دموع. صح. مع إنو الأداء كان ممسوك بكل لحظة من الشو للآخر. طاقتك على المسرح كنت حسة فيها لعندي على الكرسة. هيدا التأثر بالآخر هو بسبب شو؟ الجمهور اللي وقف وعمل ستاندينج أوفيشن وكان عم بزقف؟ أو إنك عارفة إنك أنت وفيه لقصة أنت بتعرفي مرارتها ولا شو الخبرية؟ ليه بكيتة؟ إذا بقدك حسات بهيد المرارة لأنه إذا بتفكري بليلة كل يلي عملته خلال المسرحية. والضحك والزيادات وبدأ ترقص مش عارفة شو تلبس. هننا بعين من وجع كتير كبير وعم تجري بتركب ماسك. هيدا كله ميكانيسم دو ديفونس. آلات دفاعية لتخبي وجعها. بالآخر ليلة بتقرر ما بقى تخبي وجعها. حتى إذا بتلاحظي دهرة بيجلس. يعني هيدا لهايك والولاد ومعلاش تخلص. بتصير إمرأة بتكتشف نفسها بنفسها أنا بديكون مرأة بعيون ذاتي. مش كرمالك. هيدا الواجع نابع من صدقت شو عم بقول وحطيت حالي محلة. كل إمرأة ما عندها تشويس. حطيت حالك محلة أو تذكرت شي صاير معك؟ بالمبدأ أنا أولا مرة معرضة لكتير خير الله لعنف لفظي. لأنه بعتقد لأني وحيدة ربتنا أمي بطريقة أنه أنت بنت وصبي وكلهم مع بعضهم وتنتبهي. كتير خير الله لا. بس لأنه عنجات جربت تكون وفية وصدقت شو عم بتقول. طيب بيقدر الممثل يرجع يوصل لنفس الحالة العالية من الأداء بكل عرض لأنه في عندك مسرحية عم تنعاد. بيصير أحلى. تحلى. تحلى. بيقدر يوصل لمحلات بيكتشف خلال العرض لمحلات تانية جواته بيوصل لسوء. كل ليلة مش أنه كل عرض بيطلع شكل مش مفروض بس بيطلع فيه غير تفاصيل. أمرار بيكون أعمى أمرار بيكون أصدق أمرار بيكون عرفته بيتغير. بس بينافس الانتنسيتي بغير فاريتي إذا بدك. من شاء الله بعدنا عم نعمل مسرحيات عن الاختصاب والتحرش هل لأنه الواقع بعضها الأد بيبكي؟ الواقع كتير بيبكي وما نعمل كفاية مسرحيات عن الاختصاب والتحرش. عم نشوفه أكتر على التيفي وعم نشوفه بمسلسلات وهذا شي كتير منيح. ولازم نحكي فيه بكل القطاعات مش بس بالفن. إنه هذا الموضوع لازم نحكي فيه كل يوم دجا عم نسمعه على الأخبار. وهلأ بلاش نحكي فيه قبل كانوا هيك أنواع أخبار منحطهم بالجرور منتمس عليهم ما بينحكي فيهم. هلأ لأ عم نسمع يعني مبارح كم ممكن فيه خبر جديد عن توقيف متحرشين بالقاصرين. قداش كان عندكم الجرأة أنكم إذا بدك تصوبوا على الأنون الهزيل الموجود. حكيتوا عن الأنون 205 يلي بعائب التحرش ولكن بطريقة يعني كتير بعيدة عن حجم العقاب اللي مفروض يكون. هلأ بدأ أعطي للأنون حقه لأنه أوشي أنون جديد. والدجا فيه أنون يعني لازم نبلش من محل ما لازم دايما نكون في هذا جلد للنفس. دايما نحن عنا إياها كلبنانيين لأنه حمد الله ما فيشي زابط. بس بس يزبط شي رازم نحكي عنه. الأنون 205 أنون كتير منيح. وصل لليجان النيابيه بطريقة كتير منيحة. صار فيه تعديلات بمجلس النواب شوهته شوي للأنون. يلي هو المقطع اللي ذكرناها بالمسرحية وقتها منقول مثلا تحرش متكرر. يعني إذا واحد تحرش مرة لا يعاقب. بدو يعيدها مرتين. حلو. لازم يكون التحرش متكرر تحطي يعاقب عليه الأنون. مئة بالمئة. ولازم يكون التحرش يعني عندي كمان كلمة مانا كتير واضحة. اللي هي بتحكي عن التحرش الغير مفهوم. أزقف في تحرش مفهوم وغير مفهوم. كمان هذا مصطلح كمان بدو تغيير. فيه المدة هي من شهر لأربع سنين. بس كمان عم مرتبطة بموضوع إذا الضحية هي من زويل احتياجات الخاصة. أو إذا قاسر أو إذا تحرش جماعي. كمان هذا الشيء كتير بعرقل. فيه عنا كمان صغرة كتير مهمة. يلي هي صغرة البروف أو البرهان. ما تكتسبت؟ كيف تكتسبت أنه تم التحرش فيك؟ فيه نقاط كتير مهمة لازم أن نعالجها. ونحن هون إذا بتسمحيني بدأ أشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة. يلي هي الجمعية الوحيدة أو الهيئة الوحيدة يلي ساعدتنا النسائية. لأنه كان بدنا أن يطلع سكريبت عن جد ما فيه ولا أي مغالطة آنونية. تحية لقالهم لأنه من سنين عم يشتغلوا على قوانين تقدر تكون منصفة للمرأة. بس للأسف اللي عم نشوفه بأرض الواقع على صعيد القوانين هو كتير بعيد عن الإنصاف. يعني مش عم بحكي بس عن قانون ميتان وخمسة عن كتير من الأوانين بقانون الأحوال الشخصية مثل تزويج المرأة من مختصبة، زواج القاصرات. يعني بتحس بعضنا بعيد أميال عن مستوى الحقوق البديهة. مش لقالك كمرأة لقالك كأنسان مية بالمية. لأنه المشكل هو المجتمع ما بيعرف. وهون دور الفن أنه يطلق هايدي صرخة. نحنا كفنين ما فينا نلاقي حل لكل شي. نحنا نطرح المشكل. بس لازم وهذا الشي عم نحسه بالكيو أند آي أنه ناس كتير عم تتجاوب. وبدأت تحكي فيه وفيه حتى رجل تتذكر يا سلمة من يومين قالنا من آخر المسرحية أنه حس بغضب. وسألنا كيف يستعمل هيدا الغضب بطريقة إيجابية. وأول شي بتصور جوابته إياه أنه صوت صح. لأنه إذا في عنا كانددات بانتخابات البلدية أو بانتخابات البرلمانية مش حاطة اجندر بيسد فيلنس بالأجندر طبع. وهيدا أورادي مش مفروض يوصل على الباب على العطب بطبع البرلمان أو طبع المجلس. ما بتقطع مهيت؟ ما بتقطع أبدا. سلمة إذا حدا قالك شو يا أشطة تعتبرية غزل أو تحرش مباشر وصريح؟ إذا ما في يس انتوزياستك بيكون تحرش. بدي كون أنا موافقة ليقلي. يعني موافقتك هي اللي بتحدد المعيار. صحيح. بحكيتي عن شي كمان كتير مهم بالمسرحية من خلال الشخصية اللي قديتيها اللي هي التنمر المغلف بالنكتة. يعني بيقلك أوقات الرجل أو الشريك إشياء هي مأزية لإلك كافية مسخر مثلا على شكلك على وزنك على 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 على. صح. بس بيقلك ما بتلقي نكتة؟ اه هيدا الشيء لازم يوقف. لأنه هيدا بيكون عم بيعمل له جرح كتير غميء وهو ملو منتبه. مش هناك حكينا عن الكميونيكيشن. الثرابيست قالت له عملي كوميونيكيشن. لازم تعبري شو بتحسه إذا ما بدي كيقلك هيك لازم تقلي له ما بقى تقلي هيدا الشيء. يعني القصة أكتر من أنك تقعد وتلومي الرجل على تصرفاته. أنه أنت كمان تتخدي أكشن أو تتصرفي. تتحطي يعني وين الحدود؟ مية بالمية. بدأ أكشن منها ولازم يكون فيه كوميونيكيشن بكل كابل. تخيل إذا فيه عنف لفظة. أحد الشخصيات على الخشب حكيت عن التحرش تحديدا بمجال التمثيل. بالعالم أجمع في ثورة انطلقت من كلمتان. ميتو. بعد ثمان سنين أو ما بعرف قده. بعد ما حدا بالعالم العربي طلع قال بشكل واضح وصريح ميتو. صح. ليش؟ شوفي هو بكل المجالات فيه تحرش. بس مساق بأنه دمان الفن عليه ضوء. لأنه الكل معروف. بتمنى إذا عم بيصير فيه تحرش بهذا الدمان على الأرجح فيه. بتمنى ينحكى فيه. بس هطول فيه الخوف طبع ما بقى بشتغل. وشو بدي أعمل. وبركي حكو عليا. وبيركب عليا إتيكات وصيت. بتمنى هالمسرحية تكون بداية تغيير. إنه حكي وما بيقدر يعمل معك شيء. صار فيه قنون. برأيك ما بيقدر يعمل معه شيء؟ بيقدر يوقف له شغلة. إذا هي تالنت كفائية بتلاقي شغل مع غير حدا. وإذا هو متحرش يفضل من الأساس ما تشتغلي معه. ليش النساء كانوا محططين بسندي على المسرح؟ هيدا فكرتنا رياض وأنا. عملنا السينوغرافيا سوا. لأنه أول شيء كان هي المرأة عم نحطها بعلبة. نحط 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 نحط. لذلك هي سجينة هذا المجتمع يلي مش عم يخليها تتحرر. وهي سجينة كمانا مش بس المجتمع. سجينة وهيدا هلأ عم تحكي عنه سلمان عدم تعاطف غير نساء معك. ليش مش عم ينحكي بالموضوع خاصة بالموضوع التمثيلة؟ لأنه مثل ما شفت بالمسرحية في بارت نحكي كمانا عن الثورة النسائية وبتطلع كيتي وبما بتلاقي حالة. تلاقي حالة لوحدة والآخر. ثورة 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 ما في غيرها. اكزاكتلي. هيدا هو الموضوع. الموضوع هو مش بس أنه من خاف من العيقاب بتكوني عن جدل حاليك. ويا ما بيخدوك سيريسلي أنه صار في هيدا البروبلم. يا بيخافوا. هنه ما بيتعاطفوا معك. ميتو نجحت بالخارج لأنه فيه كولكتف سبريت فيه تعاضد بين النساء. للأسف نحن عنها. يعني مش واحدة طلعت فضحة هارفي واينستين. كان فيه سلسلة من الممثلات اللي طلعوا تجرقوا كسروا الصمت وحكيوا. اليوم بتقولي ناجيات أو ضحايا؟ ناجيات. ضحايا هو تعبير مين؟ المفترس؟ صحيح. يلي بيرجع بيرفع دعوة قدح وزام لأنه حكينا عنه أنه متحرش. يعني مضحك مبكي. ما هيك؟ يرجع قلو عين يجي ويرفع دعوة. طيب إذا بدنا نقول كيف قلنا عين نقول للبنت رح يقعد بحضن عمه. وللصبه فرج جسمك لجده. ولقصص بالتربية. صح. شو بتقولي عن نحنا مبلشين غلط من هونيك؟ مية بالمية. في أشياء لازم تتغير من الأساس. من أصلا كمان من منطلق عيب. من ربع العيب كل الوقت عيبوا عقوا. بس نبلش نغير هذا ونفهم إنه في. بدنا ننتبه لأولادنا ولحريتهم. ولكيف بيتعاطوا وكيف بيتلقوا. كل شي بيتغير. بعتقد شوية شوية المجتمعات عم تتغيروا طريقة التربية من جانتل بارنتينج وطالع. بعتقد عم بيتغيروا. بتمنى هذا الشي يوقف. لأنه هذا الشي بيوصل لمحلات لعدم إدراك إنه في مشكلة. ما فيك تقديع حضنه. ما فيك تفرجيل عمه. ما فيك تبوسة. يعني الأهل. هيدا دور الأهل بالآخر بالتربية. وعم يكتشفوا يعني النتاج الكارسية للموضوع. فيها بطولة واحد يعمل هيك مسرحية. بموجة في كتير طبعا في كتير مسرح جدة وسيريس وعنده رسالته التوعوية. بس بذات الوقت. في كتير كوميديا وفي كتير تهريج وفي كتير أشياء بتبيعي يمكن أكتر. مغامرة واحد يعمل شي هالقد. مغامرة كتير كبيرة. وهيدا الشي كمان منحب دايما نقوله أنه المسرح مش بس للضحك. المسرح هو كمان عن جد لنسأل أسئلة بتوجع. وأسئلتها مش بس لأنه بدا نوجع أنه نحنا مش صديق. نحنا الموضوع أنه عن جد نقدر نوصل لحال. المسرحية داي كوميدي بتضحك دفنت لي. تما نخوف الناس اللي حابين يجو يحضروها. بس مش بس بتضحك وهون الأهمية. بس بتقولي لي ما في ريسك لا في ريسك. في ريسك يا منتجي. اليوم إذا بديك تشيل جملة واحدة من المسرحية كلها سوا بتقولي. إذا فيني وصل بدي وصل بس هالجملة. بس بديها توصل. شو اللي بديك يوصل؟ ما لازم نسقط. ما لازم نسقط. أعتقد الجملة اللي بتقولها دكتور جوني اللي بتلعب الكاركتر سينتيا كرم كمان موجهة لها تحية كتير كبيرة. شو حسينتيا. شو حسينتيا. شو حسينتيا. جابل. رائع رائع لأداء كيف تمسك الكاركتر بتحسي عم بتحرك الدنيا. مية بالمية. وكمانا نحنا بكل إنتاج بنحب نعمله بنعطي دور المسلة مش كتير مشهورة بس سوبر تالنتد وهالمرة. كيتي. كيتي is like عن جد. شو هالمسلة بس كيتي يونس تذكروا هالقسم ما هيك. عن جد نزكروا. سوبر موهوبة وموهبة مبطقة مرور الكرام أبدا أبدا. صح. عنديك كتير مسرحيات قبل مسرحية شو يا أشتا. مسرحياتك مش هينين. يعني. كانت نكون واضحين. يعني عملتي ورد وياسمين. كمان عملتي شخصية امرأة شوي مش سوية. يعني عندها انحرافات معينة بالأدمان بالكحول. كمان هي أمي ذات الوقت. صح. بعلاقاتها. بعلاقاتها. ليش مسرح؟ ليش مسرح مع أنه low profile. يعني أقل انتشار كتير من التلفزيون من الدراما. وهلأ في كتير انتجات. ليه أنا اخترت أعمل مسرح مش تلفزيون؟ ايه. وليه ورد؟ ليه وقتها خبرتي قصة ورد؟ خبرت قصة ورد لأنه. هلأ كمان كان في رأي المخرج أنه أنا بيلبقلي لعب دور ورد أكثر يعني مرسي. لبالك لعب دور منحيفة. لأنه إذا رديك كمان في العمر لعب دور والشخصية والصوت في كذا عام اللعب دور. بس المسرح لأنه أكيد هو الحب الأعظم قبل التيفي. ولأنه الناس بتنقي تجي تحضريك. فأنا ما بفرض هيدا الكاركتير والجرأة على الناس من خلال التلفزيون. لونك اللي عم بيجي عم بيجي قاصد وعارف لوين جاي. نوعا ما. ايه يعني بالتيفي ما فينا نقدم ممكن هيدا السقف بعد لهلأ. بعد ايه. وصفوا لنا الصبر. 2022 إخراج دارين شمس الدين. عشو صابرة أكتر شي انت؟ شو وصفوا لك الصبر؟ صابرة على هالمجتمع الشرقي يلي كلمة واحد بدو يحكي الجملة بدو يفكر فيها مئة مرة. على هيدا صابرة. بس انت هيدا ما بتتأيدي فيها؟ ما كتير. لا الحقيقة. ما كتير عم جرب لأنه بيعتبر انه هيدا حرية شخصية وبرفض المرة تنحط بقلبي. يعني أحلى شي عملنا بمسرحية شوية أشطان نحط بقلبي لنفسر انه انت لازم تطلعي منها. ما بتشوفي مثلا المطلقة مش عاملي وجباتها العزبة عانس الحرة فلتانة اللي بتندرب أكيد استفزتي. أنا برفض هاودي ومقرر اعمل غير شي. يعني هادي الكليشيات يعني دايما بنسمعها كل الوقت كل الوقت كل الوقت صار وقت انه حتى نتضحك عليها. صح يعني مش بس نبكي عليها. مئة بالمئة. وصار وقت انت كمرة شو بدك تعملي ما في شي صح شي غلط. إذا انت مبسوطة محل ما انت وحسي حالك بـ environment safe كوني. بس عملي اللي انت بديكيه مش يلي المجتمع بيفرضو بيفرضو علينا. ويلي كليشي بايدو واي لقلنا لانه نحنا خلص يعني صرنا بمحل انه ما بتقطع. فيه لكتير من النساء الكليشيات بتوجع لانه منا كليشي بعد عنده. لانه هي حياة واقعة. انت رادارة على فكرة. يعني انت مش بس بتعملي مسرح. بتعملي سكاتشات على التليفزيون وفشة تخلق كمان. وبحسيك بترقبه. لانه الاشي اللي بتقوليها حقيقية واضح انه بتشبه حدا شي محل. قدي بترقبه. كتير كم مسلب رائب لحتى قدر قلد الشخصيات. وبتعرفي قدما المشكلة بتكون كبيرة بلبنان بتجربت زغرية لحتى ما تقتلك. لحتى ما تبكيك تضحكك. هذا اللي بعمله. ونحنا من غير شرب لبنان يعني كنتنت عظيم. كل يوم بيطلعليك شغلة. دسم. كتير. اليوم شو اكتر شي بتقولي عنه ما بيقطع على سوشيال ميديا. كمية السخافة الموجودة. في نسبة سخافة مع انه انا كتير بحترم حرية الناس. بس السخافة وصلتنا لمطرح انه تيكتوكر هوي وسخافته وصل انه يتحرش بأطفال. لو نحنا موقفين هذا الشيء يمكن ما كنا وصلنا لهون. كمية السخافة هيدا ما بيقطع عن سوشيال ميديا. لو ما فيها الجماهيرية الكبيرة اللي لحقت هالمدمون الفارغ السخيف يمكن. يمكن ما وصلنا لهون. اليوم بعرف انه استشرت الهايئة الوطنية لشؤون المرأة بالقصص الانونية بالمسرحية. بس اعرف كاميل انه عملت تليفونات لجمعيات مشهورة بمناصرة المرأة بس ما كان في تجاوب. هلا انا ما بحب لوم. لانه بفهم انه كل جمعية عندها اول شي عندها اولوياتها وعندها مشاريعي اللي هي اقراضي بتشتغل عليها. لهم الوحيد هو بس التجاوب. يعني لو وصلنا جواب انه نحنا ومش قادرين انه نكون معكم بهذه المسرحية ولا نقدر انه عن جدل ساعة. كانت بتقطع. كانت قطعت بس هي ما بتقطع. في رجال معكم بالمسرحية بس ولا كلمة ولا نفس موجودين على الخشبة وكأنه بس تيشهدوا على الخراب اللي عملوه بحياة النساء. يلي هن بيها المسرحية ضحايا. شو الشعور؟ الشعور لكي فيه شغلة هون انه نحنا عم نخبر عن جزء من الرجال ومش كل الرجال بس لحتى يعرفوا. عدم وجودهم لازم هيك يكون يعني نحنا عملونا قصدك ابستري مش موجودين بس موجودين. ما فيه ناس مكتوب ما فيه كلام ما فيه جملة بيقلوها لانه هن عم بمسله شخصية المختصة او المتحرج. صح ولانه كان عبالنا يعني وفاء ورياض من خلال الاخراج ومشال من خلال الانتاج نفرج عن جد المرأة. هلأ نحنا بدنا نحط هيدا الكيس يمكن بغير مسرح ممكن يرجع ينحط الرجل وينعطاه لانه فيه نسبة صغيرة كمان بيتعرضوا للتحرج. بس بها المسرحية بزن الامرأة كان لازم بتاخد كل المساحة. طيب انت شاركت بدراما تليفزيونية كمان بدور ام بتدافع عن بنتها المختصبة مسلسل ظل. صحيح. هيدا التجربة مع نجوم كمان مختلفين عالم مختلف عن المسرح اللي هي دراما تليفزيونية. قديش كمان تسمح لسلمة الممثلة انه تروح بهيك ادوار للاخر؟ تسمح اذا كان المخرج بيسمح كمان والنص بيسمح. مسائبة كان بمسلسل ظل كان عندي مساحة كتير كبيرة ومع استاذ عبد المنعم عميري. وجهله تحية بحبه كتير. نسمح لي والمخرج كان كتير متعاون. دور كان كتير حلو وكتير قاسي. خصوصي انه انا عندي ولاد يعني حطيت حالي كمان كان اسمها ام ليلى كان بنتي اسمها ليلى. حطيت حالي محل ام ليلى. والله لا يقدر تصير معي بالحياة الحقيقية. كان دور ممتع كتير. كيف الشغل مع عبد المنعم عميري؟ كبير يعني متله كفنان كبير الشغل معه بهيدا العلو. جدا راقي اه. بتفكري تفوتي بالانتاج الدرامي؟ صراحة لا. بس مع هيدا الشيء ديما بس عن جد بحس انه في ديما المسرح بيكون جايه بالبوزيشن 2 اذا مش 3 كمان. وبتصور المسرح بحاجة الى اكتر لانه يعني مش عم نحكي عن حالنا هون بس عن جد اللي عم نجرب نعمله. اول شيء انسلت الدوق على طاقات شبابية ومبالح كمان قلتها انه مش انه عم بعم ضعية لمسرحيتنا تعاو حضروا ناقلنا. لا تعاو حضروا مسرح. كل المسرحيات وخلي يكون هيدا الجمهور عنده عن جد هيدا العين اللي عم بتشجع بس كمان تنتقد. لانه نحن خسرنا كواليتي كتير مهمة عنده جمهور اللبناني لانه تعبنا واكيدة ما فينا نلومون انه نعرف نفرق بين عمل متكامل جدة وبين عمل باقل جدية. بس تعاو حضروا والمسرح كتير بحاجة وهيدا القطاع كتير بحاجة. مثل ما عن جد عم ندعم غير قطاعات قطاع المسرح والممثلين وخاصة تلميذ المسرح خاصة تلميذ مسرح الجامعة اللبنانية بالتحديد بدهم دعم كتير كبير. اكيد عكل حال اللي بيحضر مسرح يعني بيصير عنده نوع من ادمان يعني باناطر بده هيدا الشعور لما بيقعد على هالكرسي الحمراء وبينطر الستارة تتفتح وبده يختبر هيدا الاكسبيريينس وتجربة مختلفة جدا. لما قبلت تكسري قرارك وتشاركي بمسلسل من الى كان اول عمل دراما لقلك مع انه انت كنت ايلي انا باقي بالمسرح. صح. وعدت حالك انه ما تتخلي عن سلمة كممثلة مسرحية. اذا عندي الخيار بين ثلاث اعمال لانه بمسرحية شوية اشطاء جاني دور بمسلسل اكيد نقيت مسرحية شوية اشطاء. اكيد رح الك شغلة هلأ بوجود ميشيل رح يستغل الفرصة. بتعرفي لما انتحصد تزرعي بعد انتحصد تتعب بتقول تعبت ولقيت. بالنسبة لقالي مسرحية شوية اشطاء هادي اللقيت. هادي هي. لانه بالاخر انا ليه عم بعمل مسرح مش بس لفرج حالي كممثلة لحتى وصل صوت. كانت احلى منبر هادي المسرحية لوصل صوت النساء. واكيد المسرح بالمرحلة الاولى والتليفزيون نسبة لظروف مادية. لانه فيه مردود مادة عالة بعمله ويكون حظة حلو اذا بشتغل مع ناس مثل مجدي سميري كمان. بس لانه في مردود مادة عالة ولا ما بيعني لك قصة الانتشار واللي يعرفوك بالشارع ويتصوروا معيك. لا بفضل اشرب قهوتي على الرايق. لا الحقيقة. يا ريت ما يعرفون. لا الانتشار ما بيعنيني ابدا بفضلك. قد ما قلل منه كل ما احسن. بتقليلنا شو المسلسل اللي اعتذرت عنه. ما بقدر. ما بتقدري؟ احتراما للشخص اللي اخده انضغر رح يبين. طلع على الهواء. عم بيتحضر عم بيتصور هلا. لانه بخلال المسرحية سوى ما قدرت من وراء. طيب حكينا عبدالمنع مع ماري كان عنديك تجربة بمنقلة مع قصاي خولي. كمان تجربة ايجابية. شو في وقت عم صور مشهد مع قصاي. كان اول مرة بلتقي فيه عسة ملتقينا بالقراءة قبل. بتذكر اجام هندس الصوت قال لي معلاش نغير الميكروه. بس مع دقت قلبك. هالأزخة. لانه عن جد قامة فنية. بس لما انت تعرف عليه من اول دقيقة بتعرفي شو هالانسان العظيم. شو هالممثل المحترف. كانت من احلى تجارب حياتي. شو لطيفة سلمة بس تكون حبة حدا يعني عكسا. يعني عادي المباشرة. طيب نحكملك بأسامة حلوة. اشتغلت بالغريب مع استاذ بس همكوسة. صح. وكمان تعبنت مع مين كمان. كان في كتير ممثلين كبار عندهم خبرة كتير طويلة. صح. كيف كانت التجربة بالغريب كمان. ودايما الكواليس بوزيتيف. ولا بيصير مواقف ما بتقطع بس ما منقوله على الهواء. الكواليس تخيل مبلشين من صوفي بوتروس. المخرجة صوفي بوتروس يعني لو بدأت تعمل. شو ما كان أنا معها على العميانة من دون مواقرة تماما مثل ما عملت مع. دايما تخرص صوفي على المستوى الفني. مش معقول يعني. أنا بهمني لأنه الأشخاص والعمل كان عن جد متكامل وكواليسه. يعني استاذ مسام كوسا شو بدي خبريك. مش إنه دقت قلبي كنت عم بغبة. يا عقدة يا عقدة. اليوم إذا بديك انت تنقى. لنقول قطعت بي تجربة انت فيها فيك تختار مين الممثل اللي بوجك تعملي صنائية انت ويا. مين الممثل اللي عن جد كتير بتحبي تمثيله. شاب. فؤاد يمين. سعيد سرحان. ويسام فارس. ألانس عادة. وكل حدا بندرج تحت هيدا الكاليبر. يعني ممثلين شاطرين كتير كتير بالكاركترز وبالرولز. ومقنعين للآخر. اليوم عم نحكي عن التمثيل عم نحكي عن خيارات المرأة. وين بتصطدمي أكتر شي مع المجتمع؟ هل لما بتقولي أنا ليدي باس؟ أنا منتجة. وبدي ياخدوني على محمل الجد؟ ولا كيف بتصير القصص؟ يعني هل هي سهلة حتى لو أنت موفر رئيلك مينز معينة؟ قبل ما جاوبك على هذا السؤال، لأنه كمان جواب كتير بيهم نتسأل سلمة شو درسة؟ لأنه سلمة دايما بتحب تخبيهم. بلس عن جد. وهذا الشي عن جد بينطبق جواب لسؤالك. لأنه نحنا نحن نكون بيدي باس. بس أنا كمان زوجة وامرأة وعندة غير مفتاح بيصيره بنفس الوقت. وكلنا بنقطع بأبسا نداونزان. نحنا ما فينا نكون بيدي باس كل الوقت، بس بيزعج كتير بيسمع كلمة عندي. وصراحة صارت يكملوا يقولوا ما عندي مشكل أبدا لأنه مني عنيدي بس تعاند عنيدي تأقدر عن جد حول بكون شايفة بس منه بولشت وشغلتي أنا كمنتج أنه بس أقدر عن جد خلي هيد الحجرة تشاع وتبين وإمن فيها وإذا أمنت فيها يعني بعرف أنه عن جد عندهم وطاقة كتير كبيرة أنه يقدروا يوصلوا هيدا الشي اللي حابين هني يوصلوا بس على طريقته يعني بيكبر العمل بطريقة بركي هني ما كانوا متخيلين في ناس بتخاف وما بتحب وفي ناس اللي بتوسع وحمد الله عم تزبط شو درستي؟ درستي علم نفس علم اجتماعية معيك دكتورة أصلا دكتور سلمة شلبي وعن جدارة وإخدي الشهادة وعملت يعني دراسة أكاديمية على أعلى المستويات ورجعت بليلة ما في ضوء أمار تخليتي عن كل شي وقالت بدي أعمل تمثيل مزوط بدأ أدرس مسرح بالجامعة اللبنانية هيدا كان القرار كان وايك أب كول لأنه فجأة مردت أمي واكتشفت أنه بالحياة الأهل بيخلصوا بيروحوا وأنا هيدا الشي ما كنت منتبهت له ما كنت وعيت له لما مردت ماما هي وعم تعمل كيموثيرابي وقالت لأماما أنا رح 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 أعمل تمثيل رح أدرس تمثيل حسيت أنه مش محرزة هالحياة تخلص كلمل هيك عمل تمثيل استوعبت أنه أنت أجلت حلمك لفترة كتير طويلة مية من مية ولما حسيت أنه الحياة بتخلص واللي بنحبه نروحه وعيت وعيت وهلأ أمي بتعتبرني بطلة لبنان الأولى الكل بيمثل معي أنا ما بيمثل مع حدا يعني من أكبر الداعمين وكتير فخورة فيه وهذا الشيء كتير بيبسطنا أنت بنت مجد ليا بنت الضيعة صحيح طفولتك كانت بين سويسرا وأوروبا ورجعت جيتي على لبنان بعدين بس جو الضيعة وجو المحافظ والأم اللي كانت كتير خايفة عليك من الفن لأنك انت وحيدة كانوا كلهم حواجز كتير كبار لقليك تتخطيهم بعدين كيف واجهت لكن حقيقة ما واجهت مثل ما لازم أنا وعم بكبر يعني عملت مثل ما هي بدى بمحال صار عندي دكتوراه ماما رحنا عفرنسا عملنا مستير رحنا عإيطاليا عملنا مستير هي ضمنت السيفتي تبعي أنه أنا شو ما صار بالحياة كيف ما برمتني الحياة قادرة أوقف على إجرية بعدين واجهت لما نقلت لها ماما بدي أعمل مسرح صراحة ما كان كتير مواجهة لأنه كانت عم بتقلي لبديك يا كان خلاص بس ليش ما كفيوكي؟ ليه ما عبوكي كلها الشهادات وكلها الدراسات ومجالات مختلفة؟ أنت حضرتها شو يا قشطة والستاندينج أوفاشن إحساس اللي بيوصلك من الجمهور كفيل إنه بس أعمل مسرحة تفتش على هاللحظة كل ليلة كل ليلة رح تابع معكن ومع ميشيل فنيانوس وأنا وياكي ميشيل رح نتقامر على سلمة ونسألة أسئلة بتقطع بابتقطع مرنا على سلمة طبعا يلا بديك تجاوبي عم نلعب على بتقطع ما بتقطع أنا بقول بالسؤال بتقطع ما بتقطع أنت بتقولي لبديك يا بس جواب سريع ومباشر ممنوع الديبلوميسية عبدا يلا بنبلش رح يقطع لإلك قريبا فيلم سينما جديد مع كارولين لبكي قطعي لنا معلومة عنه بيحكي عن أربع شباب عم يجربوا يعملوا مشروع وانت دورك أنا المشروع المشروع المشاهد الحميمة والقبولات بالمسلسلات المعربة واقع عم ننقله على الشاشة أو بهارات بتقطع لتزيد نسب المشاهدة واقع عم ننقله وبتقطع وبتقطع شو سقف الجرقة يلي ممكن تقطع معك بدور أعلى مستوى إذا كان معمول بقالب محترم الخيانة بتقطع بالواقع قد ما عم تقطع بالمسلسلات أكتر 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 كتير الدور بيشبهك كتير عملت له كاستنج بس تم اختيار ممثلة عنده فولوورز أكتر منك قطعت أو ما قطعت معك هالحادثة ما بتقطع وما رح ارجع اشتغل مع هول أشخاص لو شو مكان العرض لأنه أنا عم فتش عناس على البروسيوس الفني مش على الفولوورز شو أكتر شي ما بيقطع بالواسطة الفني اليوم تمثيلياً الأشكال الغير طبيعية عمليات تجميل يعني بقبها الكترة تقطع ممثلة ما يكون عندها تعابير برأيك لا عم بتصير عم تقطع على الشاشة هيك يعني ايه وعم بيقطع لنا قلبنا ايه ما بتقطع ما بتسمي بلا فيني سمي مين ما بتقنعيك بتحسي مع عملات التجميل فقدت من صدق أداء أنا غلطت ويلت في يسمي بدنا يا هاتيجي تحضر المسرحية مش شالعي سيسا منت أمار أمار علي لكن كل حدا بالغ بعمليات التجميل عن جد ما بيقطع مين الصوت اللي ما بيقطع نهارك من دون ما تسمعيه معروف ابنة أو فيروز شو أصعب شي قطع بالأمومة المبكرة يلي عرفتيا بعمر العشرين سنة إني معرفة تكون أم بعمر العشرين سنة معرفة لو موجود أمي الله يخليلي إياها بصحة يعني معرفة مين ربا مين أنا ربيت جاد أو هو رباني أو أمي ربتنا وكان كتير صعب شو بتقيلي لولا جاد؟ هلأ إذا عم يحضريك يو قبر بقل له أنه أنت نور حياتي وإن شاء الله كل شي بعملو تضلك فخور فيي أغرب فكرة قطعت براسك مؤخرا فاجئينة؟ بدي أترك الفن وإفتح قهوة وإقعد أنا وأصحابي فيها كل نهار نحكي عن الفن بأحد المسلسلات ما قطعت معك أنك تصبغي شعريك صح وتركت شعر أبيض كرميل الدور قطعت أو ما قطعت؟ عندي قطعت بس وقتا قال لي إن شاء الله يرجعوا ويخدوك كم مسلة لأنه مبينة مش حلوة سمعت هاي الجملة؟ ايه؟ من صناع عمل أو بالكواليس؟ بالكواليس إنه إن شاء الله لأنه منصحينك ومطولينك شعرك أبيض ومبينة إمرأة غير جميلة إن شاء الله تجعي تتاخذها هدي بأي مسلسل؟ بمسلسل صوفي بطروس الغريب بس طبعا مش صوفي ومش فريقة حدا عم حضير اللي إن شاء الله يرجعوا يخدوك لأنه مبينة كتير بشعة للأسف إنه هيك بيشوفوا التمثيل شو اللي ما بيقطع بقى بقصص الحب بالمسلسلات العربية الطويلة؟ أو المقتبصة كمية الكذب والصرنا بفيلم هندي على مترجم تركي على بيحكوا عربة لا يا عمري لا يا ألبا لا يا ألبا ما بيصير لمين بتقولي النجومية كبيرة بس التمثيل ما بيقطع طفوا ميكرومي شاك لكل حدا مصدق إنه نجوميته نجومية ومش متكل عموهبته متكل عفانزاته عموهي على التواصل على رقم الفولوورز يلي عنده وهو مش قاطع من حد التمثيل بتسمي ولا شو؟ ما نضال بالعوميات؟ ما رح سمي ما رح سمي رح نضال بالعوميات؟ يا الله طيب أنا عبالة بس لا شو اللي ما بيقطع طيب بالمؤارنات المستمرة بين الممثل اللبناني والممثل السوري؟ وشو الفرق بالنسبة لك أنت كممثلة؟ ما في ولا أي فرق إذا عم نحكي عن أكاديميين أكاديميين؟ المفرق أنه هلأ فيه إكويشن البطلة اللبنانية والممثل السوري وعم بياخدوا البطلة اللبنانية جميلة بينما السوريين عن جد بيعتمدوا مش على الشكل على موهبتهم بس أنا بقول أنه موهب بيوايز اللبنانية والسوريين بنفس النفو شو أكتر شي ما بيقطع اليوم بتصريحات بعض اللجمات بالتمثيل بالبرامج الحوارية المباشرة؟ برأيك؟ شو التصريح؟ بشكل عام هل عم بتشوفي فيه استياد للترند أو عم بتشوفيه صراحة مطلقة؟ يعني الدبانة فتح الدكانة وسكرتها عبكير حلو هذا اللبدي أقوله أنه أخير إن شاء الله طيب تصريح لممثلة زميلة عمل زوبعة مؤخراً بس بالنسبة لأيلك بيقطع وكتير عادة كان عنديك هيد الردة الفعل أنه عشوه قيمل قيمة أنا بالنسبة لأيلي رواء شو المشكلة؟ شو صار؟ أنت هل صادفت تصريح قلتي عنه هيك؟ ليه عامل هالضجة؟ يعني مثلاً لما قالت الممثلة باميلا الكيك أنه الحب لا يقتصر على حب مرأة ورجل ممكن يكون مرأة ومرأة بالعكس عنده كامل الحرية تعبر عن يلي عبالت عبره وخصوصي باميلا الكيك لأنه من أسكى الممثلات الموجودين على الساحة والنساء بتوفقية الرأي؟ أكيد طيب خطوة عملتها مؤخراً ممثلة زميلة بالنسبة لأيليك شفتها مبتقطع؟ تكون كتير ممتازة بالتمثيل تقرر تغني وتكون أقل امتياز منيحة بس أقل امتياز تحكي عن الممثلة زينة مكة؟ بتجنن ممثلة رائعة وكتير رقيقة بس الغناء حسيت أنه بعد ما وصلت لمحل ما هي واصلة فيه بالتمثيل وبحبك كتير عفكرة وأنا بحبك آخر شي شفتي على شاشة وكان ردت فعلك ولو ما بيقطع أمتى نقلتها آخر مرة؟ للأسف بعض المسلسلات اللبنانية اللي عم بتنعاد الإنتاج طبعهم كتير ضعيف والمواهب كتير عالية بتقولي أنه حرام ما بيقطع الحياة بتقطع بلا حب سلمة؟ أبداً شو اللي ما بيقطع بيستفزك ببعض النساء؟ صفة؟ إنه ما عندن صوت ما عندن الخيار يكون عندن صوت شو اللي بيستفزك بالرجل؟ إنه يكون متحرش شو أسوأ نوع علاقة عاطفية قطع عاطفية؟ كان معي ومع حدا برالل بنفس الوقت؟ بنفس الوقت وكتشفت عبر المواقع تواصل اجتماعي شو اسمها هيدا؟ هيا مش خيانة هيدا شي تاني دابل لايف دابل لايف أصعب أنواع الخيانة والأصعب كان إنه أنا من ملاحظة كمان وصلت عمراحل عالية بالـ بالدينايل بالدينايل هيدا نوع من العنف اللي تعالى بتلومي حالك إنه بهيك نوع من العلاقة إنه أنت كان مفروض تعرفي وتشتلقه؟ أكيد لأنه بمحل أنا كنت شايفي في راد فلاجز بس فكرتون كريسمس ديكوريشن ومنقطع وماش الحال مع العمر بتكتشفى إنه لا ما لازم تقطع شي ما تقطع شي أحلى فصل قطع بحياتك الأمومة؟ مشهد واحد من حياتك لو بتقدري تمحي كنت بتفضلي لو ما قطع بالمرة؟ لما نعرفت إنه الماما مريضة كنتي عم تكت بمسرحية شو أقوى فكرة رح تقطع بها المسرحية؟ غشيشينا شوي مش كتير إنه لما نسحلك تختاري بتختاري صح آخر سؤال مين بتقطعي له نصيحة وبتقلي له بدنا نتعالج؟ هذي جملتك الشهيرة صح لكل حدا بيجرب يرضى الناس كل الوقت بدنا نتعالج لكل حدا عامل البلوك وكل يوم بيفوتي شيك لبروفيل طبعي بدنا نتعالج لكل حدا بيكذب على مدار الساعة بدنا نتعالج ولكل مدعي بالفن وبرات الفن بدنا نتعالجي قلبا بشكل طارق وسريع كتير قطعت المقابلة بسرعة بتمنى أنتو كمان تكونوا حبيتوها أنا من نسبة إلي بعد بحكي معكم لبعد بعد بكرة كيف كانت تقطعو ولا ما بتقطع؟ تقطعو كتير ويا ريت الكل بتعلم منك شكرا عم جاد وفاء مرسي بكو 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 من وفاء؟ ما سألت حسيت مش وفاء مش وفاء الحق على وفاء حلاوي عم بتفكري من وفاء حلاوي لقريحة على عروض البسرعة وانا وفاء كتير عم نتسلى بالكواليس بجهلة تحية بتضحكني كتير بدعي تزير مرسير انا كتير أحلى شي إنو عم نختم هيد المقابلة اللي كانت بلا كلفة وكنا عم نصوروا كأنو الكاميرات مش دايرة بضحكة وبفرير وبيهدامتك وبحضورك وبيشجاعتك دايما بتبني المشاريع اللي عندها كلمة وفكرة توصلة أنا بدي ألكو انوارتوني مرسي بكو وبدي أقول إنو مبسوطة فيك كتير لأنك من الممثلات يلي على قد ما بيفرحوا بالزقفة بعد المسرحية وبالوقفة كمان تفرح كتير بالصمت لأنو بيدلك إنو الناس سكتت وعبالها تسمع وانت شديتيها لعندك بدي أقول إنو إن شاء الله دايما بتقدمي أدوار على الخشبة وعال الشاشة بتخلينا نسكت ما نعرف نلاقي الكلمات تنصف أدائك ونكون قلبنا من جوه هو اللي عم بيزقفلك لأنك حقيقية وبعيدة كل البعض عن التزييف مرسي كتير رانا وأنا كتير فخورة أنا شاركت معك اليوم وقدرت تحكيني اللي حكيته وتعرف الناس علينا أكتر أنا ممنونة وشكرا كتير لألك شكرا لكل الأشخاص كمان اللي تابعونا بيها الحلقة من ما بتقطع أنا بلاقيكن متل العادة كل سبت سبعة المساء عبر مناصية هنا لبنان مع حلقة جديدة وضيف جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة